أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي أن بلاده ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي وذلك عاشية نشر تقرير عن التقدم الذي أحرزته كييف في ترشيحها لنيل عضوية التكتل ومن المقرر أن تقدم المفاوضية الأوروبية تقريرا اليوم بشأن ما أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا من تقدم أن تقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات الانضمام قبل أن تتناول الدول السبع والعشرون الأعضاء القضية في قمة ستعقد في بروكسل في منتصف دجمبر المقر